موسيقى موسيقى مشاهدة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم العرض الرئيسي لهذا المسأل استقبل اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو الرئيس الدوري للمجموع الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية بالقصر الرئاسي استقبل رئيس بنك التنمية لدول إفريقيا المركزية الغيني الجنسية وقد تبحث طرفان مجملة القضايا المتعلقة بالتنمية وتطوير الاقتصاد والسويلة المالية بدول الإقليم بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك التقرير رشاد حسن صالح بهدف إنعاش الاقتصاد بدول المجموعة الاقتصادية النقدية لدول إفريقيا المركزية جاء السيد فورتناتو أوفا أمبونتشام رئيس بنك التنمية لدول إفريقيا المركزية الغينية الجنسية ولفد المرافق له لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول إفريقيا المركزية للتباحس معه حول التنمية وتطوير الاقتصاد والسيولة المالية بدول الإقليم اللقاء الذي حضره معاوني فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني ووزير الثروة الحيوانية شرح فيه رئيس المؤسسة الاقتصادية للمجموعة طرق تمويل المشاريع وأسباب توقفها خاصة في تشاد كمشروعي مصلخة جرامايا والمجمع الصناعي بمندلية فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية والنقضية لدول السيمك رئيس الجمهورية باتباره رئيسا لمجموعة السيمك فإن تدخله شخصيا في تسير مؤسسة المجموعة وتمويل مواردها أمر محمل الغاية وهقيقة بأن البنك واجب عليه متابعة تسير تنفيذ المشاريع التي يمويلها لصالح الحكومات يستفيد منها الشعب الإقليم كما يجب علينا متابعة المشاريع وهل توقفها نبهز حلول تساعد في تنفيذ المشاريع فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنوار رئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية النغضية لدول أفريقيا المركزية طلب من رئيس البنك تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول السيمك والسهر على تنفيذ المشاريع التي تبناها البنك بما في ذلك تمويل الاستثمارات الوطنية ومشاريع التكامل الاقتصادي وصرح رئيس بنك التنمية لدول أفريقيا المركزية بعيد خروجه من المقابلة بتصريح قال فيه إن لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية سمح لي استعراض أهم المواضيع المتعلقة بإعنعاش الاقتصاد بدول المجموعة كما زودني بتوصيات تساعدنا كثيرا في تنفيذ وإنجاز المشاريع ترجمة نانسي قنقر